شكرا لك محمد التسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش مجز الأخبار يأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي الدعم المصري الكامل للبنان في هذا الظرف الدقيق وخلل اتصال هاتفين أجراه مع رئيس مجلس النواب اللبنانية بيهبيري آدان عبد العاطي لانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية رافضا بشكل كامل المساس بالسيادة لبنان وسلامة أراضيه واستعرض المساعي الحثيثة التي تقوم بها مصر للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار والتهدئة وحذر من وطيرة التصعيد التي تشهدها المنطقة واستنكر قيام القوات الإسرائيلية باستهداف الجيش والمنشآت اللبنانية وكذلك أيضا قوات اليونيفل الوقاعة في جنوب لبنان من جنيبه أعرب رئيس مجلس النواب اللبنانية عن التقدير البالغ للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعم السياسي والإنساني الذي تقدمه مصر للبنان في هذا الظرف الحرق الذي يمر به حاليا يتوجه الأمين العام لجامعة الدولة العربية أحمد أبو الغيط إلى العاصمة اللبنانية بيروت وقد صرح الأمين العام المساعد للجامعة سفير حسام زكي أن زيارة أبو الغيط تستهدف التشاور مع القيادات اللبنانية حول سبل التعامل مع العدوان الإسرائيلي المستمر وتشجيع التوصل إلى تفاهمات في ملف الشغور الرئاسي كشف موقع أكسيوس الإخبارية أن إسرائيل قدمت للبيت الأبيض طلباتها لإنهاء الحرب مع لبنان من بينها السماح للجيش الإسرائيلي بالمشاركة في التطبيق الفعلي لتأكد من عدم إعادة تسلح حزب الله كما تطالب إسرائيل بأن تعمل قواتها الجوية بحرية في المجال الجوي لبناني وأفاد موقع أكسيوس في خبر آخر أن مبعوث بايدن أموس هاكستن يزور بيروت اليوم من أجل بحث التوصل إلى حل دبلوماسي مع المسؤولين اللبنانيين شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة عنيفة استهدفت فروعا لجمعية مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله بالضحيات الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى بشرق لبنان وفي الوقت نفسه أفاد مصدر أمني لبناني أن ضربات إسرائيلية استهدفت محيط مطار بيروت الدولي الوحيد في البلاد بينما أفادت الوكلة الوطنية للإعلام الرسمي أن عدد الغارات على الضحية الجنوبية لبيروت بلغ حتى الآن إحدى عشرة غارة على جانب آخر أعلن حزب الله أنه نفذ خمسة وعشرين عملية تصد لمحاولات تقدم جيش الاحتلال في قرى وقاعة بجنوب لبنان يتذلك في الوقت الذي أعلنت فيه قوات حفظ السلام ما تبعت للأمم المتحدة في اليونفل أن الجيش الإسرائيلية أهدم عمدا برق مراقبة وسياجا بأحد مواقعها في جنوب لبنان وأكدت أن جنودها مازالوا منتشرين في كافة المواقع خلال اجتماع رفيع المستوى لمجلس الوزراء الأمنية ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو ومسؤولون بارزون أفكارا جديدة بشأن صفقة لإطلاق المحتجزين في قطاع غزة يأتي ذلك في الوقت الذي قصف فيه الاحتلال مدرستين تؤويان نازحين في جباليا شمال قطاع غزة وقالت مصادر فلسطينية إن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مدرسة حفصة التابعة للأولور ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الأشخاص وأضفت المصادر أن الاحتلال قصف أيضا مدرسة أبو حسين بمخيم جباليا ما أوقع شهداء ومصابين وأشرت إلى أن الاحتلال يمنع حاليا استواقم الدفاع المدني من الوصول لإجلاء المحاصرين والمصابين أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول كبير أن إسرائيل تستعد لهجوم على إيران وتتأهب لصد أي رد فعل مستقبلي من جنيبها قالت هيئة البث أيضا أن نظام الدفاع الأمريكي ثاد قد بدأ العمل في إسرائيل بعدما أعلنت الولايات المتحدة أنها سترسل عسكريين أمريكيين قدر عددهم بنحو 100 جندي إلى إسرائيل من أجل تشغيل نظام ثاد الأمريكي وقد أفادت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر عسكريين أن طهران سترد على أي هجوم إسرائيلي إذا هاجمت المنشآت النووية وأشارت في الوقت نفسه أن إيران ستعيد أيضا تقييم سياساتها النووية أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الدفاع الجوي الروسية اهدمرت 18 طائرة مسيارة أوكرانية خلال ساعة الليل السابق يأتي ذلك في الوقت الذي أفادت فيه وكالة أنباء رويترز أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أستون قد وصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة غير معلنة وهذه نهاية الموجز عودة مرة أخرى لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد هذا الفصل